أركان الإيمان بالقضاء والقدر أربعة أركان الإيمان بالقدر أربعة وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق لا يمكن إنسان يكون مؤمناً بالقدر إلا هو يؤمن بهذه الأمور الأربعة يؤمن أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم وأنه لا يغيب عن علمه شيء وأنه أحاط بكل شيء علماً المرتبة الثانية أو الركن الثاني وهو الكتابة وهو أن الله كتب بعض علمه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة هذه الكتابة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين فهذه الكتابة الركن الثاني الركن الثالث وهو أن المشيئة إثبات المشيئة لله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل شيء تابع لمشيئته سبحانه وتعالى الأمر الرابع أو الركن الرابع وهو الخلق وهو أن نؤمن أن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى فمن آمن بهذه الأركان الأربع فقد آمن بالقدر نان